خالد كيف هي أجواء العيد حتى الآن في الضفة يعني المشهد ضمن السيطرة في المناطق المصنفة والتي يتواجد بها الأمن الفلسطيني بمعنى إبقاء تسديدات الأمن وضبط الحركة داخل المدن والتدقيق على التحركات الطارئة بالنسبة للمواطنين رغم أن كان هناك تسهيل صباح هذا اليوم بفتح المساجد والمساحات والساحات والساحات الملاعب والساحات العامة لأداء صلاة العيد لكن رغم ذلك في المناطق المصنفة وفي ظل تواجد قوى الأمن الفلسطيني هناك تسديدات يواصل طبعا الأمن فرضها على المواطنين لضمان طبعا عدم الاقتضاد والتجمعات والتنقلات وإلى ما ذلك على أرض الواقع في القرى المصنفة سي وبا والتي لا تقضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية والتي تم سحب قوى الأمن منها هناك حركة اعتيادية فتح للمحال التجارية وكذلك أيضا معايدات ما بين الأهالي هناك تضرر في مشهد العيد وتحديدا في مناطق الضفة الغربية وتحديدا في المواقع السياحية والمدن الترفيهية التي تأثرت نتيجة هذا الإغلاق وعدم عودة النشاط التجاري إلى ذروته كما هو متوقع ككل عام وبالتالي يلقي العيد بظلاله ونتيجة طبعا جائحة كورونا والسياسة الإغلاق بظلالها بتبعات جسيمة جدا على الجانب الاقتصادي والسياحي رغم تأثر طبعا الوضع الاجتماعي في ظل هذه الجائحة الجميع هنا في الأراضي الفلسطينية حديثهم لم يعد بالنسبة لهم السياسة هو عنوان للحدث وإنما كيف هو العيد مختلف عن بقية الأعوام السابقة وبالتالي هو عيد استثنائي في ظرف استثنائي في ظل الجائحة التي يتعامل معها الفلسطينيون ويترقبون بالتأكيد لاجتماع الحكومة الفلسطينية مساء يوم الاثنين لتقييم الأوضاع إما بإعادة الفتح أو الإبقاء على سياسة الإغلاق والتجديدات في الضفة الغربية اشتركوا في القناة